أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن استمرار الوضع القائم يشكل تهديداً كبيراً لوحدة ليبيا باتيلي في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة فبراير في ليبيا حذر من تدعيات ما اعتبرها هشاشة مؤسستية وانقسامة عميقة داخل الدولة على استقرار البلاد أن استمرار الوضع القائم يشكل تهديداً كبيراً لوحدة ليبيا كما أن هشاشة المؤسست الوطنية والانقسامات العميقة داخل الدولة تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد من الضروري أن يتحمل القادة الليبيون مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة كونها تؤثر بطريقة مباشرة على حياة الشعب الليبي عليهم أن يلتقوا على كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسياً والاتفاق على طريقة للمضي قدماً نحو بناء ليبيا قوية وموحدة وقادرة على الصمود في وجه التحديات